واسمحوا لنا مشاهدين الكرام أن نتوجه مباشرة إلى الأمم المتحدة ومؤتمر للممثلين الدائمين للمجموعة العربية حول الوضع في رفاح الرسالة واضحة من المجموعة العربية هي فرورة تحمل مجلس الأمن والمجموعة الدولية لمسؤولياتها لوضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني ولجرائم الحرب والإبادة التي يمارسها الاحتلال على الشعب الفلسطيني منذ حوالي خمسة أشهر بدون انقطاع ثم عقدنا جلسة عمل مع الرئيس الحالي لمجلس الأمن قويانا وطلبنا عقد جلسة مشاورات مغلقة تم عقدها يوم الاثنين الرسالة كانت واضحة بالنسبة إلى وضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية وخاصة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته إزاء التهديد الأخير الذي أطلقه رئيس حكومة الاحتلال بالقيام بعملية عسكرية واسعة في رفح حيث يتجمع حوالي 1.5 مليون فلسطيني تم تهجيرهم من مناطقهم ولا ملاذ لهم آمن في أي مكان في غزة طالبنا الأعضاء مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم والتاريخية والأخلاقية والقانونية لوضع حد لهذه المخططات ولإنقاذ الأرواح وإنقاذ الشعب الفلسطيني شكرا تفضل عن قرار الحاج من العربية والحدث أولا أود أن أقول أن هناك أخبار بأن هناك واحد الصف بين الدول العشر غير دائمة العضوية وراء مشروع القرار الجزائري وحتى هناك اقتراحات بأن يسمونه إيتن درافت أنه مشروع قرار الدول العشر غير دائمة العضوية لا أعرف ما هو رد فعل الجزائر بالنسبة لذلك بمثل هذه الوحدة الصف وراء مشروع القرار روسيا والصين وهناك فرنسا ولا نعرف حتى الآن الموقف البريطاني ربما لقيت على ذلك بعض الضوء لماذا التأخير لماذا عدم الذهاب إلى التصويت فورا خاصة من تعليماتكم في البعثة الفلسطينية أن تتوجهوا للتصويت بأقرب وقت ممكن ثانيا ماذا تقولون لمن يدعي أن تمرير القرار سيكون له أثر سلبي على المحادثات الدائرة الرباعية في مصر وهل هناك ما يفند مثل هذا الافتراض من قبل الآخرين دعني أن أقول على أنه نحن نعتقد على أنه تقديم مشروع القرار والتصويت عليه هو يساعد المفاوضين في القاهرة من الأطراف التي تعمل على إتمام صفقة تبادل المحتجزين والأسرة في رأينا هذا يساعد هذا لفرج الذي يريد أن يستعمله كوسيلة ضغط على الطرف الإسرائيلي للتسريع في عملية إتمام هذه الصفقة وأشقاؤنا في مصر وفي قطر يدركوا ذلك ويؤيدوا ذلك وهو جزءهم جزء من هذا الإجماع المعلومات التي قلت عنا أن هناك إجماعا من قبل الإي تن هذا صحيح عقدنا اجتماعا معهم تقريبا الغالبية الساحقة من أعضاء المجموعة العربية وكان الجو إيجابي وتضامني ومستعدين للتصويت لصالح هذا القرار لذلك كل المعطيات متوفرة لدينا والمسألة الفنية في مسألة طرح باللون الأزرق وتحديد تاريخ التصويت عليه متروكة للأشقاء في الجزائر الممثل العربي الذين عندهم الحق السيادي في تحديد هذه الأمور في التواصل مع القيادة الجزائرية أود أن أقول على أننا نحن ممتنون إلى هذا الإجماع العربي والإسلامي وأصلا كذلك الإجماع من قبل حركة عدم الانحياز خلال قمة كامبالا والإجماع شبه الإجماع الذي تجلى من أعضاء مجلس الأمن تؤكد على أن الجميع مدركين لخطورة الوضع الذي نمر فيه خاصة الخطر المتعلق في رفح ونحن نثمن مثل هذا الموقف وننتظر الإقدام على الرياكشن والعمل من قبل مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن السفيرة البريطانية كيف هو الموقف البريطاني؟ الموقف البريطاني هو أكثر من نص أكثر من خمسين في المئة مع مشروع القرار سعر السفيرة تركتم الأمر للجزائر لتحدد الموعد لطرح مشروع القرار على التصويت أنتم متى تريدون أن يكون هذا المشروع على الطاولة للتصويت؟ وثانياً كيف ستتعاملون مع الخطوط الحمر الواضحة التي لا تزال واشنطن حتى اللحظة تضعها على هذا المشروع؟ شكراً نحن كنا جاهزين منذ وضعة أيام وليسنا لوحدنا ومعنا عدد كبير من العرب وغير العرب لأنه يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته في اتخاذ موقف إزاء الصلاحيات الموكلة إليه وفق الميثاق الصلاحيات هي حفظ الأمن والسلم الدوليين وما يجري يهدد الأمن والسلم الدوليين ولذلك عليهم مسؤولية منذ أن وقع هذا العدوان علينا منذ أكثر من 130 يوماً أن يطلبوا وقف إطلاق النار لأن الأمم المتحدة شكلت أن لا تحسم الأمور بالحرب وإنما تحسم بالتفاوض وبالطرق السلمية هذه مهمة مجلس الأمن لذلك نحن دائماً مع أن مجلس الأمن يتحمل مسؤوليته وأن يوقف هذه الحرب إيدث, you have the last question شكراً لك يا سيد الأمباسدور لقد كان زفير الولايات المتحدة وكان وضحاً أن الولايات المتحدة تعارض مشروع قراري الجزائر ونحن نتفهم أن وزير الخارجية بلينكين كان يتحدث إلى وزير الخارجية الجزائري ما الذي يجعلك أو هل كنتم بمناقشات مع الولايات المتحدة وما الذي يجعلكم تفكرون أن هذا القرار يمكن أن يفلح وأن لا يحصد رد فعل سلبي من الولايات المتحدة نحن كمجموعة عربية وأيضاً كجزء صغير من المجموعة العربية نعلم وكان لدينا مناقشات صريحة مع ممثل الولايات المتحدة لإنها ونحن نقدر مسؤوليتها ونقدر جهودها في انخراط مع حكومتها في واشنطن لليكون هناك دعوات قوية من المجتمع الدولي بأكمله لأن يتخذ بعض الخطوات وأيضاً من مجلس الأمن يتخذ بعض الخطوات ولكن الشؤون الداخلية للولايات المتحدة هي شأنها الخاص ونحن نرى أنه وقت رفيع بالنسبة للمجلس الأمن ليكرر وقف إطلاق النار عقب 130 يوماً من هذه الحرب وعقب تبني مشروعين وقرارين من مجلس الأمن وعقب اكتماعين لجمعية العامة فإن عدد الكرارات التي فشلت في تبنيها مجلس الأمن أعتقد أن هذا سيكود مزيد نحن وقرما بإعطاء زملائنا مزيد من الوقت حين قالوا أنهم ذهبون إلى كرومبي عطيناهم هذا الوقت إن المناقشات على وشك الانتهاء ونحن نتمنى أن تحدث هذه الأفعال في أقرب وقت ممكن شكراً لكم جميعاً كان هذا مشاهدين الكرام مؤتمر صحفي لممثل المجموعة العربية في الأمم المتحدة طلبوا فيه مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لحقن الدماء الفلسطينية وتحدثوا أيضاً عن الموقف البريطاني أنه أكثر من 50% مع القرار الذي سيطرح على التصويت وأنهم يرون أن قرار وقف إطلاق النار عقب 130 يوماً من العدوان الإسرائيلي حان وقته ترجمة نانسي قنقر